في مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن صواريخها دمرت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دومباس شرق أوكرانيا تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية وأضافت الوزارة الروسية أن صواريخها عالية الدقة تنطلق من الجو سقطت بالقرب من محطة أوداتشنة للسكك الحديدية وأصابت معدات سلمت إلى القوات الأوكرانية